كان لها فيديو كنت بقوله على ذكر بعد ما تصلي الجمعة تقعد في المسجد وتقوله فكل الأسئلة جاية من السيدات كمية أسئلة مهولة طب إحنا زنبنا إيه؟ طب إحنا سيداتها نقوله إزاي؟ وإحنا معلناه صلاة جمعة السلام عليكم سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسابعين وعشرين درجة وطبعا كلنا عارفين أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة في حق الرجال العجيب أن أخواتنا الفضليات وأمهاتنا الفضليات لما بيسمعوا الكلام ده بيزعلوا أول أول ما يسمعوا كلمة الجماعة يزعلوا أول وتمسوا أول وكان لها فيديو كنت بقوله على ذكر بعد ما تصلي الجمعة تقعد في المسجد وتقوله فكل الأسئلة جاية من السيدات كمية أسئلة مهولة طب إحنا زنبنا إيه؟ طب إحنا سيداتها نقوله إزاي؟ وإحنا معلنا الصلاة جمعة أنا عايز أقول بس نقاط محددة في الفيديو ده هصبح بيها على كل مرأة وعلى كل أخت وعلى كل بنت وعلى كل أم أولا المرأة في حق نفسها جماعة يعني إيه؟ يعني حضرتك أنت خصيصة عن الرجل لو صليتي في بيتك لو صليتي في قضة نومك لو صليتي في الصالة لو صليتي في غرفة الأنتريه أنت مكتب لك السبع وعشرين درجة على عكس الراجل لو صلي في البيت يكتب له درجة واحدة يحرم من الثواب لأن الأصل أن الرجل صلاته في المسجد وصلاة النساء في البيت ده الأصل فلما نعكس الآية والراجل يصلي في البيت يبقى يحرم من ثواب صلاة الجماعة في المسجد لكن المرأة ليس عليها فرض أن تذهب إلى المساجد وإن كنا قد أمرنا بألا نمع إماء الله من المساجد صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم حلو كده يبقى أنت حضرتك في حق نفس الجماعة تاني حاجة بقى في الصباح الجميل ده حضرتك لما بتصلي الجمعة ما بصليش الجمعة إيه عم الشيخ انتنسيت ولا إيه أنا في البيت بكون عندي طبيق وغسيله وبشوف حالي فبصلي ظهر أيوة الظهر اللي حضرتك بتصليه ده أيوة يتحسب للجمعة أنت بتصليهم أربع ركعات صحيح لكن بيتحسب للجمعة فبتغدي النور اللي ما بين الجمعتين وبتغدي الكفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وبتغدي كل الثواب اللي بيغدور رجاله تمام بتمام لأن سيدنا الحبيب قال النساء وشقائق الرجال وربنا في القرآن بيقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن يبقى اللي اتنين زي بعض تمام يبقى حضرتك روحت المسجد كان بها ما روحتيش المسجد انت في حقي ذاتي نفسك جماعة ولكن الأجر والثواب طيب مش عايزة أخلص الفيديو ده قبل مجاوب على سؤال مهم جدا طب افرض يا عم الشيخ احنا بقى جماعة في البيت احنا عندنا في البيت 3-4 بنات ينفع تصلي بيهم امرأة جماعة أيوة ينفع بس لها وضع غير رجالة يعني الراجل بيخلي الناس وراه وبيقف هو يتقدم هي هتصلي آه جماعة إمام ولكن هتبقى فوسطيهم مش هتتقدم عليهم يعني صف واحد والإمام في النص وهتصلي بيهم إمام ولا شيء في ذلك مطلقا ويحسب لها سواب الجماعة طيب ينفع يا عم الشيخ المرأة تصلي بالرجل لا قولا واحدا قولا واحدا حتى ولو كان الرجل قئيد حتى وإن كان الرجل أخرص الرجل يقدم في كل الأحوال بل لو موجود صبي مميز خلي بالكم من كلام ده كويس أوي عيل عنده سبع تمن سنين تسع سنين يدرك قراءة الفاتحة ويحسنه أمور الصلاة ماينفعش المرأة تصلي بيه جماعة ركزوا في الكلام ده يعني حضرتك ماينفعش تقوليه لأصلي ده أبني عنده 12-13 سنة وأنا بعلمه الصلاة ماينفعش لا هو اللي هيصلي بحضرتك زوج حضرتك يصلي بيه كنتو طيب آخر نقطة افرد بقى في البيت ما شاء الله الزوج وما شاء الله الزوجة وما شاء الله الأولاد الأم دي أو الزوجة أو البنات أو السيدات يقفوا فين يقفوا آخر ناس يبقى اللي هيقفوا ورا الأب مباشرة من الرجال أو الذكور أو الصبيان والأم أو البنات هيقفوا ورا الصبيان أو ورا الزكور يبقى بكده فهمنا أن المرأة في حق ذاتها جماعة المرأة مش مفروض عليها صلاة الجمعة طيب افرد راح تصليت الجمعة تعدها تاني لا خلاص سقطت عنها صلاة الجمعة بأدائها في المسجد طيب لو ما صلتاش في المسجد هتصليها ببيتها أربع ركعات ولها كل الثواب الذي للرجل كما لو كانت في المسجد لأنها ليست مخاطبة بالصلاة في المسجد صباحكم أمل صباحكم رحمة صباحكم نور صباحكم صلى على الرسول صباحكم ابتسامة صباحكم تفاؤل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبيه البركات وعلى آله وصحبه وسلم